مرحلة المطبطة الصعبة للأهل الداخل عليها لا يلدغ الأهل من هذا الجحر مرتين مع ضغطة المباريات وكثرة عدد المؤجلات للأهل التأجينات المنطقية إن كل اللي كانوا بيتكلموا على إن الأهل بيتأجلوا لما الزمالك تأهل إلى الدور النهائي للكونفدرالية اتأجلت له المباريات المتعارضة مع موعيد الكنفدرالية فأصبح للزمالك مبارتان مؤجلتان والأهل أيضا عنده مؤجلاته نتيجة كل المشاركات الكبيرة السناد اللي شارك فيها في مختلف البطولات فأصبح الأهل قبل ما يخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدور الأبطال عليه أداء أربع مباريات فكلهم أصعب من بعض مع فرق بتطمح في مركز متقدم وفرق بتكافح من أجل البقاء دوافع قوية جدا في المباريات الأربع ثم يدخل الأهل على السفر إلى تونس للقاء الترجي ويجي الترجي للقاء هنا متخيلين أنه في الخمسة وعشرين وهم دول فقط من واحد مايو لخمسة وعشرين مايو الأهل هيقدي ست مباريات منهم ذهاب وعودة في نهاية دور الأبطال أنا ليه أقول لكم لا يجب أن يلدغ الأهل من هذا الجحر مرتين لأنه في سنوات سابقة وفترة ميستر بيتسو مسمياني الأهل يعانى كتير قوي بسبب ضغطة المؤجلات وإجهاد اللاعبين وإنهاكهم فبتكون النتيجة فقدان النقاط توتر الجماهير ضياع البطولة أعتقد كلكم فاتين السيناريو السئيل اللي حصل كيف لا يلدغ الأهل من هذا الجحر مرتين بشرة خير إنه النهاردة وإنت مقدم على مباراة الإسماعيلي إن صفوفك مكتملة ففي قطع غيار كاملة وكافية ورائعة لدى المدير الفني مستر مارسل كولر اللي هو كمان خد من الخبرة ما يكفي في التعامل مع هذا الظرف الصعب الأهل يا بشموندس هيبقى عنده الإسماعيلي يوم الأربع ثم الجونة يوم أربعة مايو ثم للتحدي السكندري سبعة مايو ثم البلدية في المحلة 11 مايو من 1 ل11 لأربع مباراة وبعد كده يوم 15 المباراة الأولى ويوم 28 المباراة التانية يعني في 12 يوم أربع مباراة في 11 يوم أو أقل من 1 ل11 من 1 ل11 ل12 يوم من 1 ل11 عد كده على صقوقك ماشي في 18 و25 العودة طبقا الزهاب 18 والتانية 25 يعني 12 بعدين 18 11 18 طيب يعني فيه يعني هو بقى دي مشكلة طبعا ومشكلة بتدفع تمانا ما هو أنت فالسنة دي اتزقيت لك بطولات يعني ما كنتش متوقحة وما كانش ممكن تعتذر عنها زي بطولت السوبر دي أي فجت زعمة الدنيا أكتر مما هي زعمة ولذلك أصبح هناك ضرورة يا جماعة في تعديل نظام المصابقات إذا كنتوا عايزين تديروا كرة قدم بالمناسبة الأستاذ أحمد المحمودي من النقاد اللي أنا بحبهم وبحترمهم ويحب أتباحهم وأسمع رأيهم محمد المحمودي محمد المحمودي ليه بقى هو رجل بيحاول يكون موضوعي وبيروح بأسلوب مهني كده يتمحص ويتفحص ويناقش القضايا فكنت بتفرج عليه معا أستاذ محمد عمارة محل للأداء مش اللعب لا مش اللعب هو بيسرح شعره عشان بطريقة مميزة فكان فيه موضوع بينخشوه هو ليه الأندية ازاي الأندية ما بتلعبش ما تشط ودية وديب فرق زي زمان وتسافر وتحتك وتعمل دورات ودية ودولية وده حيفده على المستوى الفني وحيفده على المستوى المادي هل ده موضوع بديهي ولا مش بديهي 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 جدا فكان الحوار وكأنه نصيحة نتيجة تقصير الأندية خاصة لقالي والزمالك لما بيعملوش كده لما بيعملوش كده وكان من ضمن الكلام احنا كنا بنعمل كده زمان ده حقيقي ده حقيقي أنا لو عندي تليفول أستاذ محمد محمودي كنت حريسي أن أنا أتحاور معه هم بس أغفلوا نقطة وخصوصا عمارة لأنه يعني هو محمد بيسأل وعمارة بيجيب فعمارة مقدرش يفطن إلى حقيقة بسيطة جدا 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 اللي احنا بننخش هذا الجحر هو احنا عندنا وقت نتمرن مش نلعب مطشط ودية انتو عارفين يا جماعة حجم العروض اللي بتجي لنا عشان الأهل يطلع يلعب برا وبمبالغ محترمة جدا أنا لو ألعب بس برا ماتش في الشهر حغطي تكاليف تكاليف الفرقة بالكامل لكن لا أملك هذا تاني هو احنا ليه معا مش عاملين فريق أمل بيلب في المحافظات ويلعب وننطقي من الاحتياطي حتى الناشئين أبرز العناصر وللعبوا منطقي سؤال منطقي يا أستاذ براين لنفس السبب قدت كان زمان بتروح تلعب في المناسبات عيد العيد القومي للمحافظة كذا كنت بتروح بالفريق ده هو أصلا اللي ينظر للأمر يبدو أننا في عصر هواك كنا بنمارس الاحتراف أكثر من دلوقتي يعني فكرة أنك أنت تعمل البديات دي أنت لا تملوك هذا الطرف غير متاح للأندية وأنا كنت أتمنى أنهم حيفتحوا هذا الملف وينقشوه سبوه مفتوح في دائرة لأنها قضية هامة جدا مستعدين نقشها في جميع الشاشات إحنا كيف نتيح وقت لراحة اللاعبين للاحتكاك الودي والدولي لاكتشاف العناصر يعني ضمن الكلام اللي قالوه وبديه متن ما تعمل المتشط دي هتقدر تجرب وتكتشف لعيبة وتدلهم خبرات حقيقة بس إزاي إمتى يعني قالوا زمالك راجعين هوا من أفريق قول لي بقى لحد ما يجي يلعب المتشط ومبعدين يروح المنتخب إمتى إمتى ومين الفرقة اللي لما تيجي تختار بالقالة عشر لعيب أو لحضاشر لعيب حتلع يعني حتبقى حريسة أو إن كنت تروح تلعب متشط ودي أنت هتخلص فاينة للترجي خمسة وعشرين في نفس الليلة معسكر ومنتخب أه عايز أرجع بقى الحتة دي يعني برضو في بديهيات بتتقال وكأنه حق يراد به أمور أخرى مصلحة المنتخب أهم لما المنتخب يقوب عنده ماتش ودي لا ما يطلعش اللعيب عشان يريح عشان نديها عنده التزام بعدها بيومين ورغم وضوح القضية أن اللي عنده رسمي هو صاحب الحق سواء يطلع منتخب يطلع نادي واللي عنده ودي عنده التنوع وعنده المساحة أنه يجربه جديدة في الودي وقلنا ساعتها وإذا كان هذا حق سيستخدمه المنتخب القومي بهذه الصرامة في الأجندة الدولية حيدي أو يفتح الباب للأندية تستخدم حقها خد لعبتي تبقى للأجندة الدولية طب هو دلوقتي أنت كل تجمع مطلوب أسبوع بدري هادي عبق جديد مش معمول على حساب بيأجل لك مطشا بيحط عليك ولك وكأن الأندية دي مش بتصرف مش اللي بتقدم للعيبة مش بتحرق لعبتها وكأن الأندية دي ملعش مصالح أنها تلعب وتحط برامج علمية للتدريب وبرامج علمية للاحتكاك وكل ما تطلع توقفها وكل ما تطلع توقفها مش الأهلي بس اللي بيلعب أندية تانية بس الأندية التانية بتعمل ايه بترتاح وتيجي في مطشا كده تكون مرتاحة ها تلعبك وانت خلاص بقى منهج جدا كل دي مساء القضايا محتاجة الناس نقشها بالموضوعية ويتفتح لها مجال مع المسؤولين وإدارات الأندية وأنه قادر اللي عايزين يناقشوا قضايا مش اللي عايزين يخشوا في عملية التحفيل والإفهات والترند لأن القضايا ملاش دعب الترند وملاش دعب التحفيل يعني دي قضايا الكورة مصرية مصلحتها فين بالطريقة دي احنا كل ما دا بنعمق أزمتنا وبنرهق لعبتنا كل ما دا بنحرق اللعيبة دي لحد دلوقتي محدش مادد إيده وعالج وسايب يقول لك ما هنا أنت حتى لو ديتني خمسين لعيب ما هي هو الخمسين لعيب دول لما يلعبوا مش عيب علي مصاريف علي هو أنت فاكر لا أنا مش مش مسألة كامل عيب هو أنت تقدر تفتح القوام زي أوروبا ثانيا إذا كنت بقى حتقول للدولين طيب ما هو الدولين مش بس لعيبة اللعيبة المحليين دا الأندية الكبيرة اللي بتنافس في أفريقيا مطالبة نتجيب لعيبة دولين أجانب زي الأهلي والزمالكو وبيراميدو المصر دلوقتي بيعمل كده كله عنده قدرة مليئة أجانب ويحاول يجبوهم دوليين طيب وكرة تستفيد هتجيب لعيبة دولي بس في نفس الوقت مع التوقفات أنت وخليني في الأهل اللي أعرف ظروفه تاخد مني سبعة تمانية واربعة دوليين أو خمسة أجانب حيمرن مين حيمرن نقيين أو المتعورين أو المش عارف إيه يرجع الفرقة طب حيريح مين وقعد مين ويلجأ لمين وهكذا دي لما أستاذ إبراهيم ولا أحد يريد أن يناقش هذا الأمر بشكل موضوعي وعلمي طيب حتى لا يلدغ الأهل من جحر مرتين علشان ما تتكررش أزمة المؤجلات وضياع النقاط اللي فيها الشيء الكويس إنه مستر كولر عنده المرة دي عدد كبير من اللعيبة المؤكد إنه هيعمل تدوير فيما بينهم هذا التدوير ربما يصفر عن شيء من التجانس اللي أقل شوية من العناصر الأساسية هذه نقطة مهمة ده هيحتاج هيحتاج كل العناصر اللي حتشارك يكون مجهودها زيادة وتركيزها أعلى علشان تقدر تحجز مكان لها في الفرقة وتساعد الفريقة لأنه يعدي مطشاط بقول لكم الأربعة كلهم ليهم دوافع الإسماعيلي بيسعى جاهدا لتأمين موقفه للتحاد السكنداري بيدافع عن حقه في أنه يحتل مركز متقدم الجونة والبلدية بيكافح الاتنين من أجل البقاء فعندك دوافع قوية جدا لفرقة زي ما المهندس عادل أشار هي مريحة واخد نفاسها زيادة قوي ومتمرنين على الهادي قوي وحالتهم البدنية أحسن بكتير من الضغط اللي أنت فيه فالأمل أنه رقم واحد الفريق يلقى دعم من الجمهور بدرجة قوية وحنتكلم على تأثير هذا اللعب المهم جدا في المباراة الأخيرة للأهلي مع مازمبي وثانيا أنه إن شاء الله تعالى ميستر كولر يوفق في اختيار العناصر الأنسب في التجانس مع بعضها للفترة الصعبة لكن الدور المهم جدا عند اللعبة اللي حيقى عليه الدور ويشارك يبزل من المجهود والتركيز ما يكفي عشان نعد هذه المرحلة لأنه السابق لازم نتعلم من هذه التجارب كان بيبقى التجانس أقل الجماعية بتقل النتائج والنقط بتضيع وبيحدث التوتر أربع مباريات في ثلاثة باثنشر نقطة أعتقد ده الحصاد المأمول للأهلي في الحدشر يوم دول قبل ما يخش بعد كده على النهاء الأفريق ترجمة نانسي قنقر